تحياتي ومرحبا بكم من أسل الكل كيفما نعاد في فيديو جديد مفوغة جديد ترجرة في تونسي ونجمرة في السهل كما العادة كما كل مباراة حكينا فئة لهنية وكما كل مباراة قاعدة تصير في الدورة التونسي ولا في الدورة الفريقية توقف المباراة ترجرة في التونسي والحمد لله يا رب تحت أجواء طريقة كما نكيكا والمخ والعقلية متاع الجنور كيفاش قاعد يتصرف لا نتحدث عنها بانسور خطر ولا نبس نسيبها ولا نبس نسيبها في تونس كيفاش قاعدتها كمباراة كاملة شعوطلة وليوفول اللي نجمه نحكيه على خلال بركة شوفني الخلال اللي بانسور هو اللي حكم في المباراة لكلها حكم في الشعوطلة والبنسبة للدرجرة في التونسي حتى في شعوطفاني حتى يكش لدخول غالاني شعلي الرولة متاع زكريا العايب هو الرولة متاع غالاني شعلي إذا كان ريت زكريا العايب قدم المردود انتغير لشعلي ترجرة في التونسي كانت تنجم تفتح انتيجة وكانت تنجم تلعب خير الخلال الفاني بانسور اللي أنا ريته حتى في الشعوط الفاني صحيح شعوط الفاني بانسور أكل مفتاح اللي أنا دي ما حكيت عليه الشعوط الفاني وشعوط المدربين وشعوط التغييرات التغييرات يخلقو لك الفس جديد يخلقو لك روح جديدة ايدوبي غيرو لك انتيجة مهما يكون شنين المفتاح متاعو لك لملينا كنت نقول فيه تاو اللي فما جواريت في البنك هما نفسه الموجودة في تشكيل الاساسي دمام كاليتي دمام فزيك دمام بريبارسيون ايدوبي ترقى جزلتاء الخلال الفاني اللي أنا كنت نكالي هو شنين الشعوط المدربين حسب رأيينا كرول دفنسيف ووفنسيف بانسور ريت بوشنيبة مانيش قاعد نشوفه بدرجة كبيرة صعيب صعيبة كرول وكفيزيك الجوار صعيبة مثل ما نجمو نحكيه عن فزيك وما نجمو نحكيه عن بريبارسيون جوار بالنسبة للراول اللي معطيه له مهوش بالدرجة اللي هوا محطوط فيها ولي نحن نرى نهاية المباراة على خطر الرول متاع ريت بوشنيبة مشكي ما رول متاع محمد من بن حميدة باكزامبل الرول متاع محمد من بن حميدة اغلبية اللي زندولي بش يلعبها مع اوسمة بوغراء حتى من خروج محمد مين بن حميدة لن يكون بالدرجة الكبيرة لن يكون بين الاربعين بالمية بين الخمسين بالمية معناها النص هو وصنبه وقره بالنسبة الرايد بوشنيبة عنده رول اوفنسيف عنده رول ديفنسيف ما عنده لزين دوية 100% معي انساس أكفرية تشيري المين ديما تبدأ فيرخ الرايد بوشنيبة خاطر ديما تراجر في النص يتحاول أنا ترعب عليش ترعب بدو الدفنسور محمد مين بن حميدة برايد بوشنيبة يطلعوا مع الوسط ويحاولوا هم اللي يخرجوا هم اللي يصنعوا اللعب الأجن حاكمهم نقولون نحن بتعتراجرها بتنصي لبروس على ينساس وعلى وسامة بوكرة ما يلعب ينساس تشوفها أغلبية المباريات اللي شوفنا بهم ينساس كيفش يلعب يلعب كتحت دفاع تحت لتاكن يلعب كدوزين باتاكن يلعب كمالهوفنسيف معناها كمفتاح ثاني في الوصنة الاسبرانس وشيراليمين الكل تعديت رايد بوشنيبة هذا بيانسور انا مريتوش وشيراليمين مكانتش موجودة 100% كليلوين ترقا دفو رايد بوشنيبة مكانش حافر لك الرول كسرطو هذا كان بيانسور بالنسبة للاختيارات كارتوز وشيراليمين وشيراليمين مجانب دفاعي اما مجانب رجومي لا تشاهدش كيمة المباراة القديمة كيمة المباراة السابقة سامحوني بوشنيبة بوش يطلع ويكون عنده درول سورتيران بيانسور كيبا في كل فيديو حكيتو شوط فاني وشوط المدربين وشوط التغيرات اذا كان المفتيح اللي انا اتوبش نقول به كل شي وافح لكلمة المفتيح متاع انك تربح وتخلق روح جيدة للفريق وتخلق هاجمة جديدة وتخلق انتسجام جديد كأنك عاود تحطيت انجور وعاود تبديد مدقيقة صفر وعاود تبديد بيانسور ومسكور زيادة كالسوه ربح كالسوه خاسر كالسوه نيول مهما تكون المفتيح متاع هو شلي عندك دجور دمام كاليتي علي موجودين في التشكيل الاساسي واضحة نفس البربراسون ونفس الفيزيك ونفس الكاليتي بنجم تقدم بيهم الليفافة وتخلق بيهم الفريق في مباراة الملعب التونسي في مباراة كيف كيف نجم مرفي الساحلي هذا هو الخلال اللي أنا نجم نحكي عليه كشاوط أول وكشاوط فاني حتى يكون لدخول غير نشعله بالنسبة للخلال اللي هو اللي نحكيت عليه بالنسبة للترجاع رفدونسي وبرابور اللي هو والرول مشير اليمين الوسط هو أهم عليش خطر الوسط يعطيك اكليبراج كبير بالنسبة للجوهور ايدوبي ما دمك ربحت الوسط وما دمك خلقت قوة وانسيجين في الوسط ما بين الترواجوهور الموجودين في الاسبروس ولا الترواجوهور ولا كاتجوهور الموجودين في المليو ما عاش تخمم أكفر ايدوانك حتى من كارتوزو كي يدخل خرج أسامة بوكرة بداخل الدربالي حاول انه يعطي يكليبراج أكفر للمليو مش تحاول انها ترجع رفدونسي ما تخسرش برجع الكورة تحاول انها من المليو تزيد تقدم أكفر القديم وتصنع أكفر اللعب هذا هو أخر الفيديو لا تنسوا ليشكل لايك والشراك ومعاتنا إن شاء الله في الوضع